إلى يوم الدين أما بعد فإن من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام فرض على أبنائه الإحسان إلى كل شيء حتى الأيوانات ولا يريد منهم مثقل ظرة من إساءة إلى أحد وإن ختلفت العديان والعقائد لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما أعطاك الله الدار الآخرة ولا تنس نشيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين من سورة القشص الهاية السابعة والسبعين ويقول ابن زيد في قوله تعالى وحسن كما أحسن الله إليك أعصن فيما رزاقك الله ولا تلتمس ما حرم الله إليك من البغي على قومك إن الله لا يحب بغاة البغي والمعاصي بتفسير الطبر وعمل إحسان إلى غور المسلمين من اليهود والنصار إباد الله فيتحكم لجملة أمور أهمها ما يلي إن بينهم وبين المسلمين الصهرة لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرة وكان ربك قديرا من سورة الفرقان الهاية الرابعة والخمسين ويقول رسول صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مشرة ويأرض يسمى فيها لخيرات وإذا فتعتموها فحاسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة وشهرة رواه مسلم وأحمد وكتب القرضاوي يرعى الله يفضه ويرعاه قال العلماء الرهم التي كانت لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم والشير كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذكره النووي في رياض الصالحين ثانيا عبادة الله وإن الأساس في علاقة المسلمين مع غير المسلمين قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون من سورة الممتحن الآية الثامنة إلى التاسعة ثالثا عبادة الله والإسلام أباه لنا أهل الإسلام مؤكلة هال الكتاب ومسهرتهم والأكل من ذباحيهم لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتعامكم حل لهم والموشنات من المؤمنات والموشنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم وهن وجورهن موشنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان من سورة المائدة الآية الخامسة رابعا إذا دالله والأهل الكتاب حق حماية الدماء والأبدان ويقول رسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح راحية الجنة ونرحها لا يوجد من مسيرة أربعين آما رواه البخاري وأحمد وقال عليه السلام أيضا منظام معاهدا أو انتاقشوا حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيء أو بغرطه بنفس منه فأنا حديجه يوم الكيامة رواه أبو داود والبيحقي خامسا إباد الله ويحرم الإسلام على أبنائه أن يجبر أو يكره هذا الضمة على الدخول فيه ويقول القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إقراها في الدين كنت بينا الرشد من الغيب من سورة البقرة الآية المائتين وسادسة والخمسين ويقول أيضا ولو شاء ربك لآمن من في العبد كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون من سورة يونس الآية التاسعة وتسعين ومثل هذه الوصايا عباد الله شررت من النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأخذ من يهودي الميساق من نصوصه ما يلي أولا أنهم أمة مع المؤمنين ولهم دينهم وللمسلمين دينهم وعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ولقد قام أمر بن الخطاب حين فتح المسلمون القدس بنفس ما قام به سيد الأولين والآخرين فأقوى لآل إلياء من النصار حرية تدين في رسالة أرسلها إليهم نسوى ما يلي هذا ما أعطى عبد الله أمر أمير المؤمنين آل إلياء من الأمان أعطاهم أمانا على أنفسهم وعموالهم وكنائسهم وسلبانهم وسائر ملتها ولا تسكن كنائسهم ولا تهدموا ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من سليبها ولا من شيء من أموالهم ولا يقرهون على دينهم ولا يضر أحد منهم ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود رواه الطبري سادسا إباد الله ويفره معهم المسلمون إذا فره ويؤعزونهم حين أصابه ما يقرهون من المصائب وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرده فأتاو النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنضع إلى أبيه وهو عنده فقال أتعه أبا لقاسم فنضع إلى فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويحول الحمد لله الذي أنقذه من النار اللهم أن الحق وحق وعسكنا التباع وأن الباطل باطل وعسكنا الشناب ولا تجعله ملتبسا علينا فنذلة واجعلنا للمتاقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآصحابه ومن سلك مسلكه وكتف آثاره إلى يوم الدين أدوك فون الله 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 وبتغي فيما آتاك الله الدارو الأخرة فبالك يلاسكي ننطم بشفو لوري فيما آتاك الله ننطم بشفو لوري وبتغي دارو الأخرة علي كمان يوموامي ورياي وريسيسي ونوور يوموري وموريقو أتراتو نيي ناورينا ما والك يوموامي ولا تانسى نشيبا كما ندلية واسرادا للي إما والك يومو كنوبا غبي ولا تانسى والك يوموامي وحاسم كما آسان الله ولي مااسرادا سيغび جبو لمبالي زيادا سيغبوا مااسرادا سيغبوا يلوكوا خليفه يانسى سيغبوا كسي دا دا سانتوك نسلسينا إسلامو لا يريدو منا مصولا داونا من إيساة إلى أهدي إسلامو ريكلا بنياتي يتو كيرجي ومانا غوابو سيني كاكا إسلامو كوريكي لدوة كوريكي لدوة دا دا لاما سيساموين اواتو نيان سوفاكو اواتو نيان سوفاكو لا تابدو لفصادة في العبد ايه كورو باليونون جي ايه كورو باليونون جي يومي يدانب scandal يومي الإشار يومي ازلةathan يومي ازلج consistent يومي ازلة إن شاشة يومي يدمجت أن ي داعا أنه لو أجل في العالم فو تابدو لذهب إذا د compliments إذا ك sufficient unitها المستدulifونج potentائي تطور اكيل دقون دقون اشتركوا في القناة 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 كيف te أفعل اكلم ذلك؟ سيما هو ذلك كيف مع أن صاحب النظر السanno حمقي بينما كاذا نفس الشعب الأسفل يمكن أن احواني زيارة وإزالة على أن تعطيصات الذرة ولماذا سأحطنت من آخر ولكنها يمكنها فوب أخرج قالية ، ولكن لذلك سأحواني أشبت بشادي حسنًا سأحواني للمنظر إنه يُكيا كما يستطيع البحث لأنه يستطيع البحث تقليلاق السيارة هذه المشروعية ، الناس الفيديو ، فهذا لا يتعطي أيهاح المسلمين. لحظة للمسلمين ، لا تكلم الطبيب من حتى أصبح المسلمين . يشغل حتى أن تظن هذه المسلمين . جشغل و حتى تم منه إمارات الناس. ، لا يتعطي للسرية فلم ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وطوقوسطو اله واني اما سداداسو واني اما سداداسو ان اللاها يحب المقوسطين تبكيو الله عمبالي كيو الله وفرا اوني دي انما ينهاكم الله ان الذين قوتلوكم في دين انتلاو نيجنسي اما بانسي لانتوسيقى قوتلوكم في دين تبا تبا نيانفاني وقاين توريا سين واخرجوكم من دياركم تنبا الله فاني بي ولي نيكورون لي ولي نيكورون بيسه تنبا الله برابي وظهرو على اخرجكم ولي padr وقاقوكو لانوين طولي باني ولي نيكورون بيسه الله نيروان ويباي وما يتواليهم يمبالو مبارو وطو موان لوري يهيو كتونيا مطم باواسي يمبالو مواني وراء مولي يمبالو مولي يمبالو انتين يمبالو مولي 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 . . . . الحقيقة في قطع المبارك في أجيبية في قطع المسلمين في أجيبية في أجيبية دوري تاريخ صورة هل هو قطع المسلمين في قطع المسلمين هذا هو مهم في اجرياء أمي سيمى ويكاًúsica لديه هناكي كما من هناكي دائمي أمي صحياً إطلاعين أو إطلاعين قناعين أبريكي 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 أنت تواجه الإطلاق إطلاقي ونحن سيتعى لديه سيتعى يحب أصحير لا يتقل أسفادي سيد أسعلم تليس موسوليم لكن للنصف عن ان génér líخIM نحن أحصل على ال� псكوم 002 موسلم نحنين Miguel نحنون المق mónع، نحنون بن عام نحن 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 الآخر؟ نحن 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 confidential نحن نحن أنخذörد نحن شكل أخذ نحن نحن içObima إص enrichيщее نحن الإستغ minor لأن يستغencingها التعالي esta تتكbowل الكريسحة الكريسحة لبهم المت sehen إنك عدود المت chicken ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر المترجم للقناة 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 i have never forbidden you from relating from being righteous from being kind to people who have never attempted to move you away to drive you drive you away from your religion neither have they attempted to push you out of where you live unless i have never forbidden you from being kind to them what took us to some from being just to them الله SAYS الله يُحِبُ المُقُسَتِين Indeed Allah loves those who are just That is the first message That comes to us from our Creator وَقَدْتَهُ And as if this is not enough There are a number of traditions of the Prophet That One you and me From keeping malice Against a Christian Leave whatever that Christian in your area Says about your religion that is not good إنه جيب اسم لأنه لا يمكنها عملت في كل التنسيات نحن نريض الفطر عمليوت لم يقومون بتحسيم لوجه كل المسلمين في نانجرية وهي موضوع أمام المداشرة في عفرق إنه المذيب التعليم تتابع ذلك ونحن شهراً لا يبقى لأمر موضوع الموترة يومون عنه تلك كل المسلمات ستألقام في القرارات إنه المذيب التعليم and nobody will listen to such as satanic preaching without being jittery, without being fearful if they say what they say they say it out of the fact that they know nothing about Islam that shouldn't ache you that shouldn't make you lose your grounds you should know how to live with that, what if a Muslim tells lies about the teachings of Islam, you're going to kill him you wouldn't so why would you kill a Christian why would you detonate a church, we are Christians fellowship, why? Islam has never sent us that, Islam has never made that a part of call in our relationship with this among non-Muslims in the Prophet, it tells us that we are under a most to be kind to empathize to show fellow feelings to the Christians he says because all you man, all you companions shall liberate Egypt that is where we started the Yoruba version of the summer he says all you companions shall liberate Egypt and when you liberate Egypt you must be kind to Christians their hand you must be kind to the people their hand why must you be kind you must be kind because there are ties concern unity between us and then we are family ties we are relations secondly we are also banded together by the fact that we are intermarried our mother Hajar was from the Coptic Christians the symphony applies to that woman that bore for the Prophet Ibrahim so this is I mean these are contours around which we must pander over that is the case we understand the fact that in Nigeria there are people who continually find embers of war between us and the Christians through what they say we shouldn't we shouldn't be atorbed by what they report we shouldn't be we shouldn't be pressed rather against what they say about Islam we should rather look through the lens of what Akritu has informed us in what all of us know as a verse of the Quran Allah says whatever food whatever food whatever dish prepared by those who are not Muslims and is given unto you you are free to consume from eat and also the righteous the virtuous woman from amongst you and the virtuous woman from amongst the people of the books are eligible for you to marry we Allah says ourselves rather would he have equally said that we should kill them Allah would not have said this we don't know where people come up with those satanic verses satanic verses with which the premise what Islam has never preached let us go historically a bit we said in our Bible shall be someone that Islam has often been the worst man Islam has often been has often played the role of the guardian for the Christians and Christianity during the periods when some people attempted to face Christianity out a very good example in the next year when the prophet got to Medina in the next year a group of Christians from Nigeria came to the prophet they said they had come to make enquiries about detenance of Islam from the prophet they asked questions about whom Allah is about the fact that is Mohammed Islam among the prophet that Allah has actually deployed and several other questions that have been bothering their minds were put before the prophet Islam they answered the question and for the purpose of answering them close to half of the entire verses of Surah Ali Moran were revealed over 80 verses of Surah Ali Moran were referred as responses of the prophet to those questions that the Christians from Nigerian Nigerian is close to Sham half Yemen you look at Nigerian in front of you these Christians came and fortunately when they came it was about the time to observe Surah to the Asheri they entered the prophet Mox set down during the question segment they felt that they had to observe Surah they observed their Surah right inside the prophet mosque the Christians from Nigerian and when they were observing the solar the companions were like they wanted to drive them away and he told them all you companions if you are not satisfied by the mannerism with which they were observing their solar face the Kaaba so if the prophet at the 90 year of his prophet food in Madinah had entertained Christians from Nigerian who among us will say that the Quran has given him or had the authority to terminate their lives then there must not be anyone among us who will do that in history an information got to Omar that a group of Persian emperors Persian emperors had set out to annihilate to destroy to uproot all the churches in Jerusalem and they were there to perpetrate this dastardly act when Omar was informed do you know what Omar did Omar deployed the Muslim army a Muslim army he deployed them to rescue the Christians in Jerusalem and their Christianity and when the Muslim army drew away the Persian emperor Omar was informed in Medina and rode a house right from Medina to Jerusalem he collected the keys of the Jerusalem churches from the Muslim army and returned those keys to the Christians and told them point to that this is how our prophet asked and joined the house to relate with you so we don't know where people come out with the lights spread as as if that is nothing in history all the torches in Egypt today all the torches in Egypt today were built under the Islamic government all the torches all all the torches in Egypt and if Islam had been a religion that never wanted the existence of Christianity it wouldn't have allowed the caliphs to build torches it wouldn't have done so so our admonition to us Muslims and to those other people who think that Islam is not just a religion is that read about a religion not read about us study Islam don't study Muslims study the scriptures study the Islamic literature don't study the attitudes of the Muslims because if you study the attitudes of us Muslims you are going to go as way you are going to go as way so we are paying to especially a media houses to please be mindful of what they are going to report about Islam there is no single verse in the whole of the Quran that has commanded us Muslims to kill Christians no single verse in fact the prophet says that whoever kills a Christian be he an imam be a Mufassil be he a daiyah whoever kills a Christian will never have the grace of an entry into paradise may allow our sisters may make us clear of all of those activities that may hand us his wrath may he make a fit farmer on on this way of salvation may he may cause eternal followers of all the prophets that he deployed to the entire mankind he has the power to do that may he not forsake any one of us here in this world and here after before we run finally at this Islamic center glorious Islamic center we have a number of programs that we are scheduled for the benefit of all of us Muslims on Sundays we have extensive library reference library on Sundays through Fridays whoever has an issue with understanding Islam should just come up to the library and update him or ourselves this is a way to continue identifying with Islam we also run Arabic Quranic classes for adults and children many of us have children who do not know how to read the Quran and the opportunity is open here at the GIC library upstairs we also run Sunday weekly supplication which usually begins from 10 a.m. to 12 noon we also have social services that we run like visiting the hospitals visiting the orphanages prisons and others we also run DIC skills center where we teach people where we take people for catering fashion design events management and more to come we also have the youth wing where we could prepare and equip our youth for the great jobs of spreading Islam sharing the messages the glad tidings in Islam with all and sundry we also have collection and administration of Zakat as part of our programs if you feel that you have a property from which Zakat is favorable you can just come and ask with us we are going to have we are going to lend a happy hand we also have other activities like career days we run essay competitions and also conduct health program for us to know the status of health of everyone of us may Allah in his infinite mercy make all this acceptable from you and me in this world and the hereafter indeed allow others justice and good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct and operation he admonishes you that perhaps you will be reminded a qum illa salat qum y arham qum allah